الغريبة سجلوا معايا مقادير الغريبة رائعة وحلوة وجميلة وتجنن زبدة أو سمنة المتوفر عندك ما تقدحليش زبدة ما تقدحيش سمنة ما تغليهاش ما تسخنيهاش من أساسه عشان تبقى معاك الغريبة حلوة قوي وما تشققش مننا عايزين رشة ملح ربع كيلو من السكر البدرة نصف كيلو من السمنة بياض بيضة واحدة بيساعدنا إنها ما تشققش كمان كيلو إلا ربع من الديل منخول ممكن نلغي بياض البيضة عادي جدا عندنا كمان وشوية فانيليا يعني ما يعادل معالقة صغنطوطة كده فانيليا أو رشة من الفانيليا تديني الطعم هي دي الغريبة أول حاجة بعملها باخد إيه السمنة أو الزبدة اللي هي المارجرين دي الحلويات في المغرب جربوا الطريقة دي في الغريبة بتبقى معاكم حلوة قوي هشة قوي بتدوب في البق ورائعة جدا ومعاها السكر طيب يا زوزو انتي ليه حطيتي سكر بودرة بالمناسبة السكر البودرة عندنا في المغرب اسمه سكر جلاسي هتضرب الحاجتين مع بعض السمنة أو الزبدة مع السكر يلا بيضا ضربناهم وبقوا معانا فومي بالشكل ده بنعرفهم بقوا فومي يعني زي الرغوة يعني لونهم بيبقى أبيض مبيض كده وبتحس انهم نعمين كلهم كأنهم زبدة شايفين؟ اهو بالشكل ده اهو حطينا السمنة أو الزبدة مع السكر دودناهم سكر بودرة أو السكر العادي وحطينا بيض البيضة حطيت رشة الملح اللي بتفرق معايا جدا في الطعم وبتديني الموازنة أو المعادلة الحلوة قوي انه ما حاسش بالحاجة مسكرة قوي والفانية رشة ملح يزوزو بتفرق؟ اه رشة ملح بتفرق جدا تفاعل المواد مع بعضها بتفرق جدا تزبط لك الطعم الحال هادرب ضربة للحاجات دي وابتدي أضيفة دي بتاعي لحدا من لم عجينة الغريبة بتاعتي وخلاص بقيا الغريبة جاهزة معانا زينا بلوز فول سوداني بسبرينجلز عندنا كمان بيستاج وهو الفوزدق براحتكم خالص يلا بينا حلوة قوي عملناها بالشكل ده هبتدي أنزل بالدقيق بتاعي مش هنزل بيه كله عشان ما تنشفش مني قوي هنزل بشويش لحدا ما تبتدي تتلم معايا وانا بعجينها هخليها أو هنزلها شوية عشان الزبدة اللي تحت أو السمنة اللي عندي تحت عشان تلم معايا كل حاجة هتاخد لها شوية بنعجنها حلوة قوي 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 وبنشكلها برضو بالشكل بتاع الغريبة طبعا أنا هخليها تتلم معايا حلوة جدا كمان شوية بس قبل ما اعمل الغريبة هو كمان على الشاشة تعالوا وريكو هكملها دلوقتي هوريكو أنا كمان بعمل ايه بصوا بقا عملنا العجينة اتعجنت حلوة قوي وانا برص فيها اهو بس عايزة وريكو قوام العجينة الاول اه بسوا هوريكم نفس الفكرة عشان تعرفوا عجنتكم مظبوطة ولا لأ عشان اعرف العجينة بتاعتي حلوة ولا لأ اهم حاجة اديها وقتها في العجن عشان الزبدة تكون معايا باقي تمام هاخد حتة وابتدي اعمل لها ايه ابتدي اعملها كورة حل منكورها اول ما تتلم معايا وتبقى نعمة بالشكل ده نعمة ما فيهاش اي تشققات نهائيا بتلمع فيها لمعة نعمة معايا حلوة جدا يبقى كده خلاص تبقى عجنتي حلوة قوي بس لما اقطعها احس بفرق الايه الترميلة بتاعتها يعني اشوف الترميلة بتاعتها كأنها مستوية وفي نفس الوقت لما اجي الامها تتلم معايا في ثانية ما يبقاش فيه بواقي لف الطبق اللي انا شغالة فيه ولا تبقى هي مشققة معايا والحتة دي ضروري عشان ما تشققش الغريبة معاك اعمليها ارجوكي بالشكل ده بس من كل النواحي مش هتلاقي فيها تشققات نهائيا اهو شايفين لو فيها حسينا في العجينة تشققات يبقى الموضوع هيبقى بايز معانا ومش هتبقى لطيفة خالص وهتشقق معانا واحنا مش عايزين الغريبة بتاعتنا تشقق احنا عايزينها هشة شكلها مقرمش بس اول ما نحطها في بقق انا كده تدوب في البق وتبقى حلوة اوي 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 درجة تصوية الغريبة مية وستين مية وستين مش مية وتمانين ركزوا معايا مية وستين نحطها في النص لا نشغل عليها لا شوية ولا اي حاجة ما نشغل عليها الفرن من تحت نخليها مدة 11 دقيقة او 12 دقيقة بالكتير هي 10 دقيقة حلوة اوي بس 11-12 دقيقة هيبقى معاكم لونها لازم يطلع لونها فاتح ابيض مش غامق نهائيا وتبقى معاكم حلوة عايزة احط فيها لوز بقوم عاملة ما بعملش بقى بسبوعي بعمل كده واضغط عليه ما ضغطش اوي لحد دم ما دخلها اوي جوه هي كده كده العجينة هتطلع عليه شوية عايزها بالفزدق هعمل كده سبرينجلز هعملها بالسبرينجلز عايزة لوز بتاعي متقشر ومتزبط هعملها اهي بالطريقة دي شوفوا كل الاشكال اهي معنا نعملها بالشكل اللي احنا عايزينه اول ما بنعملها بندخلها الفرن على طول درجة الحرارة 160 في النص نشغل عليها من تحت مش الشوية 10 دقيقة 11 دقيقة تكونين طلعاها وحطاها على المطبخ بالسج بتاعها بالصانية بتاعتها متقرب لهاش نهائيا لحد دم ما ايه لحد دم ما تبرد تماما اللي كلولا ما استياها هتدوب في ايديكي وهتفتت في ايديكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة